السلام عليكم نتمنى تكونوا بخير على خير و احوالكم طيبة و مرحبا بكم من جديد في قناتكم و اطبخ حالي مالفلالي مع وصفة جديدة و فيديو جديد اليوم ان شاء الله سوف نقترح لكم وصفة فطائر او بريوش مورقين بطريقة سهلة جدا يأتي ولدات بزاف واكيد مكوناتهم بسيطة وسهلة في التحضير سوف نرى مكونات و طريقة تحضيرهم من اول هذا الفيديو الاخر في المكونات حليب مجفف ممكن نعوده بحليب سئي و العواض الماء خميرة الخبز ساندة تقريبا ثلث الكأس من الزيت النباتية مع كيس من السكر من اسم الفانيلا بيضة كاملة و أبيض بيضة من سبتة دقيق أبيض و كاس و نصف من الماء يكون دافي أول حاجة نضيف كاس و نصف منتقيق يكون طبعا مغربة من قبل سوف نضيف الخميرة معلقة كبيرة عمرة بارد و نضيف في المرحلة الأولى الجوج معلق من السكر و الجوج معلق من الحليب المجفاف نضيفه من الأحسن و نضيفه من السكر من السم بالفانيلا و كاس و نصف من الماء الدافي سوف نضيفه بارد كاس و نصف و العبار سوف نضيفه و نضيفه 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 باقي المكونات باقي المكونات بيضة كاملة و أبيض بيضة كاملة من الزيت النباتية و نضيفه ملح و نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه من السكر في الأول و نضيفه و نضيفه و نضيفه لصف و نضيفه بريتنا و نضيفه بالمجموع بين الكيسين و نصف و نصف خمسة أي ربعد و نسف حسب النوعية و باقي المكونات لماذا تعطينا المكونات غير مضبوطة بالنسبة للطحين فلا نستطيع المعايير التي تختلف ممكن أن نستطيع العجينة خفيفة كثيرا او لا تستطيع قاصحة كثيرا لذا تزيدي شوية بشوية حتى تجمع العجينة وفي هذه الوصفة تجمع العجينة خفيفة وكتساعدنا لكي تطلق بسهولة بسرعة ما تعدبكش نهائيا ما تحسيش بانا كي درتي شي مجهود صافي انا درت الكيسان الثوم بثلاثة يعني تقايبا واحد في حدود يعني واحد في المجموع خمسمية وخمسين قرام يعني نسكيله زايد في الاخير معلقة كبيرة ديال الزبدة غير تنساج مت في العجين توقفت صافي وكي يستعملوا عجانة او روبو ماشي مشكل لا توفر ليكم طبعا هنخليها ترتاح غير لما ندوبوا الزبدة اللي غادي ننصوبوا بها ومجدوا باقي المكونات غادي تخمر لنا بسرعة ولاخلينا اختمرت هاد المرحلة فاكيد غير غادي نشكلها ندخلها مباشرة للفران كتكون ارتاحة مزيان وممكن تاخد لناشى الوقت نهائيا في التخمير خصوصا دباء الجو بارد فاكي تعطل المعجنات ديالنا كاملين في التخمير هنه كي ممكن تلاحظوا قسمت العجينة وانشكل منها كويرة بقيتوهم كبار او صغار على حسب الحجم اللي بقيتو انا درت تسعود القطعة ما رديش لبل انهم فرضين فواحد الفئة درت فيها اني واحد الجوزة درت فيها خمسة ديال القطاع وجوزة درت فيها اربعة ماشي مشكل فغادي ناخدو كل القطع كما رح تورها هكا تطلق بسهولة جدا وانا غادي مكتر من تطقيق او من شل اللي بقيتو رحنا استعملت التطقيق باش ما تلسقش لي لانها خفيفة ومباشرة ما خليتها ترتحت وبديت نخدم بيها يعني يكون احسن تلقاوها يعني تعطيكم الطوع اكتر ولكن ما تحتاش لانها رطبة بزاف طلقتهم كاملين وانا اخدو قطع بقطع وغادي ندهنوها بزبدة انا استعملت زبدة زبدة من الاصلحة يونية ماشي مارغارين دوبتها من الاحسن لاخليوها شد رأسها شوية لكن هالفيديو شتيه انت يجوز عندك ساخن فخليها شد رأسها شوية كنجو برد فافيسة يعني انفوا غادي ندهنوها مع البرودة غادي نجمع رأسها ندهنوه طبقه على طبقه ومن الاحسن الى ازدنا شوية ديال النشا كتب يعني لنا ديك هذا وكتب تعطينا طريق اكتر غادي ندهنوه كما قلت في جوز يعني انا قسموه العجين على نص الجوز انا قسموه ربعه ديال الكويرات وجوز انا قسموه خمسة قسمتوه العجينة يعني الى ثمانية او عشرة فغادي تقسموهم انيش يعني كيكونوا الحروس خطيني او hormز ديال الشوكولات نأخذ الجزء الأول سليته جمعات ونبقى الزبدة جمعات ضغية ونطلقوها طالقا رأسها لا يوجد أدنى سليته سهلين بزاف نطلقوها ونشكلها يجي توريق أكثر سهلة أكثر سوف نحاول نرقوها ونأخذ الزبدة نضرت في المجموعة 1-100 جرام كامل 3-4 حاولت ندخلهم كاملين اللي بقى لي قدرتوه من الفوق باش سوف يعطني طريق أكثر ونبدأ نرولي في العجينة ونقطع على حساب الحجم اللي بغينا هكذا نحاول نجمع ونقطع كل وحدة فيهم سوف نقسمها على جوج سوف نستمر سوف نستمر ونقطع وهذه القطعة وهذه القطعة اللي فيها خمسة دي الكورات كانوا عندكم أغير صغيرة سوف نخرج لكم أغير ثلاثة كل وحدة سوف نقسم كل وحدة على جوج ونفتحهم في الوسط ونأخذ الجهة اللي مقطع اللي فيها التوريق تكون على برا وننفرهم بهذا الشكل عملية سهلة جدا ونلاقيه ونحصلوا على شكل كعك اللي هو مورق بهذا الشكل ونقدم الأطراف ونجمعوهم بهذا الطريقة ونضعوهم في صفيحة دي الفرن مفرشة بورق التفخ أو مدهونة بالزيت ونستمر بنفس الطريقة يعني ذوك توراق سيكون لنا على برا ونحاولو وندفروهم بهذا الشكل ونجمعو الأطراف ونجوز الثاني فغندير فيه بط دو شوكولة يعني ديال ليكا فهي خاصة بلاد بطيسكي قد يجي أحسن وممكن تستعملو أي نوع طبعا يبقى مجرد اقتراح فغادي ندير كوش رقيقة نحاول نوزها جيدا ومن الأحسن أن نمسحنا ندقيق من الفوق لكي تعاونها ولكن نحاول معها حتى ندهنها كاملة ونبدأوا بنفس الطريقة بمثل خطوات لا يوجد فرق نهائيا كاملة ونجوزها جيدا ونأتي اخرى قد أتضرب من المرقى لكي تعرفوها هنا تجدين كما ترى من المرقى ونجوزها مقياس واحد في الدورة ستكون كبيرا قسمتها على ثلاثة و أخرى قسمتها على أربعة سوف نستمر بنفس الطريقة سوف نقطحهم من الواسات و سوف ندفرهم هنا سوف يبليكم فين كينا ديكور خراك كانت فيضاف فيضا مكاتبين حتى كالطيب و نحاول نستمر بنفس الطريقة نضعهم في صفيحة الفرن أعطوني بالمجموع ثمانية و أخرين أعطوني ستة هي 14 القطعة بالمجموع سوف ندهنهم بأصفر البيض اللي كنزيد له واحد الكيس من السكر المسم بالفانيلا كنخلط و كندهنهم و كندخلهم يطيبوا على فرن ساخن 200 درجة و كي بدأوا يدخلهم طياب كنده 108 و خليهم يتسورقوا و يتحمروا على خاطرهم كي يجيوا هائلين كي يجيوا لداد بزاف و شكلهم مراقي جدا هذا هو قليل بشكله و كي يجيوا بطيطة يظين أنا حاولت نوعده بالشكل زيينتهم بالقليل من المربة و زيفيلي محمار و هذا شكلهم من الداخل كي يجيوا مرقين و ما تشوفوا عن القرب و الماداق ما نقول لي كوش كي يجيوا و كي ما رحتو راه مكونات بسيطة وساهلين و خيبا لكم كنت تلاقيقوا هذا فرافيسا كي ساليو و بطريقة اللي خدمنا العجينة فكتخمر بسرعة أنا خليتهم مرتاحوا فقط 10 دقائق على مسخوا الفران و دخلتهم مباشرة كي يطيبوا و بالنسبة للشكل الثاني اللي لي بزبتة فهدا هو كي يجي تهود هنتو بالعسل او مربة و إذا تهودوا زيفيلي فكي يجيوا مورقين هدو كي يجيوا مقار مشين لانما فيهم شكلة و فوين شكلة كيرتبهم شي شوية فكي يجيوا مورقين و رتيطبين في نفس الوقت تسكنت من الوصفة الإعجاب ديلكم و تجربوها شكرا لكم دائما على الدعم و على التجيع و إلى اللقاء مع السلام اشتركوا في القناة